نتجه الآن إلى أوزباكستان لنستمع إلى تلاوة المتسابقة أو المتسابق فردوس الأعلى بن شهر عبدالوكيل نشاهده سوياً على الشاشة بسم الله الرحمن الرحيم اسمي فردوس الأعلى من أوزباكستان أقيم في تركيا إستنبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم كان هذا المتسابق فردوس الأعلى بن شهراء عبدالوكي من أوزباكستان كريمتكم شيخنا لفردوس بارك الله فيك يا ابني وما شاء الله يعني قطعت طريقا طويلا في تعلم كتاب الله وكتب الله أجرك ونفعك ونفع بك لكن بقيت أشياء بسيطة الأمر الأول فخم الراءات فيه يتفكروا غرووا ابني غرووا وليس يتفكرون هذه نتكلم بها بين بعضنا نقول راروري لكن في القرآن عرووا يتفكرون لا بد من تفخيم الراء الجبار عرو وليس الجبار المصور وليس المصور المصور هذا ورش ورش بقول المصور انتبه المصور ففخم كل هذه الراءات نضربها قوي الضاد نضربها نضربها الضاد قوية مستعلية مفخمة مطبقة ضاد نضري بقي عندنا موضوع رخابة الجين في الجبار قلت انت الجا هي الجا الجبار وفقك الله وزادك الله وتوفيقا اللهم أمينش فكرة لكم شيخنا الكريم وشكرا لك أخي فردوس الأعلى من شهراء عبدالوكيل من أسباكستان ترجمة نانسي قنقر